عنصر أمن واقف على كومباوند وأحد الأفراد كان داعي ناس أو عنده مشكلة في عربيته وجايين 3-4 رأجبين ميكروباس وعايزين يدخلوا الكمباوند وقف الأمن وقال لهم لا مش هينفع لأنه هو مش بيقول من عنده هو بيبقى عنده قواعد ملتزة منه ينفذها ولو ما نفذهاش هو هيتعاقب وهو يعني ممكن يمشي من شغله بالسبب ده رفض دخول الميكروباس ده وفيه 3 أو 4 أشخاص دول علشان يروحوا للساكن جوه الكمباوند ده اللي حصل بدل ما يكون فيه تفاهم تواصل مع إدارة الأمن ويعملوا أي استثناء لا طلع صائل ساكن في الكمباوند ده مسك الحارس الأمن ده والفيديو فعلا بشع يمكن أنا المرة دي فعلا مدال يعني بقول شكرا للسوشل ميديا شكرا للصور الفيديو ده لأن الولد ده ما كانش عرف فياخد حقه لو ما فيش التصوير ده واعتقد أن التصوير بكاميرات كمان الكمباوند فما كان اللي هتشوفوه حضراتكم ده اعتدى عليه الولد قاعد على الكرسي بتاعه في مكانه في الأمن والراجل نازل عمال يضرب فيه بالإقلام بلا رحمة وكأنه يعني ما عندوش قلبه وكأنه مش في أيام لو مسلم احنا في رمضان لو مسيح احنا نسا طالعين من الخمسة وخمسين يوم حالة كده من اللا إنسانية فعلا فعلا مزعجة وتخد فما كان منه لو فضل يضرب فيه فضل يضربه كمان بالكرسي مش بالإقلام بس شيء مهين لأقصى درجة فما كان من النائب العام إلا الحمد لله تم رصد الوقع وتم معرفة مكانها فين وخلينا يعني اللي حكيته ده كله جاي في بيان النيابة العامة ولكن آخر حاجة بقى بيقوله استمعت النيابة العامة لشهادة ثلاثة من المقامين بالمجمع السكني أكدوا تعدي المتهم على المجن عليه بالضرب والسبب وأنهم حاولوا الدفاع عنه ولكن الحالولة بينه وبين اللي بيحاول يضربه ولكن ما قدروش وأكدت على كده تحريات الشرطة صحة حدوث الوقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود يعني الحمد لله وده كمان خلينا نقوله واتحول للنيابة للجنايات للمحاكمة السريعة وده أعتقد شيء مردي جدا بنشكر عليه السيادة النائب العام وهذا الإجراء السريع لرد كرامة الراجل ده كل ما أنا عايزة أقوله النوع ده من الأضايا بيقى في مشكلة فظيعة بيأخذوا يعني الولد الغلبان ده ويقولوله يرهبوه يقولوله هيبقى فيه تعويض مادي يا أي شيء يكسر كرامته طول السنين الجاية بعد ما الفيديو يقول لنا شافته فأنا بتمنى فعلا أنه يثبت على موقفه ولو ده كمان حق المجتمع لو العنصر ده ضعيف مش عارف ياخد حقه زي ما حصل مع ست بتاعت المنوفية واللي اتضربت على وشها بالألم وتعامل جلسة صلحة عرفية وهي طبعا حرة أنا أنا بتكلم دلوقتي على حق المجتمع إحنا تأزينا لما عرفنا أن السيتي ده اتضربت على وشها زي ما أنا تأزيت لما شفت حارس الأمن ده وبيتضرب على وشه ففين حق المجتمع هنا؟ لو العنصر ده ضعيف مش عارف يثبت على موقفه مش عارف ياخد موقف قانوني يبقى في حق المجتمع